اشتركوا في القناة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ببالغ الاحترام والإجلال أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أجل آيات التوقير والتبجيل وأصدق معاني الشكر والعرفان والتقدير باسمي ونيابة عن منتسب وزارة الداخلية مقرونة بمطلق الولاء والانتماء والإخلاص لجلالتكم بمناسبة تفضلكم برعاية احتفال وزارة الداخلية بمرور مئة عام على تأسيس شرطة البحرين سيدي حضرة صاحب الجلالة إن تشريف جلالتكم الاحتفال وما تضمنته كلمتكم السامية من مضامين نبيلة ومعاني رفيعة تحمل الإشادة والشكر والثناء لمنتسب وزارة الداخلية جسدت لنا أنبل معاني المجد والعلا وأسمى مشاعر العزة والافتخار بكريم حضوركم وسامي نطقكم وسديد توجهاتكم فها هم رجال الشرطة المخلصون لجلالتكم قلوبهم عامرة بالإيمان مليئة بالشجاعة والإقدام حفظة للعهد والقسم والأمانة يستلهمون مع جلالتكم عظمة تاريخ وطنهم ومجد حضارتهم فالبحرين وطن الأمن والسلام والتعايش والوئام سيدي حضرة صاحب الجلالة بيد العرفان والامتنان نثمن شكر وثناء جلالتكم وإشادتكم بأبنائكم من رجال شرطة البحرين ونحن نعيش مع الوطن هذه الأوقات البهية لنقف بإجلال وافتخار خلف قيادتكم الحكيمة نستلهم منها العزم والإرادة لتسير البحرين بتاريخها التليد ومجدها الأثيل وحاضرها البهي الأصيل إلى ذرى المجد والنماء والنهضة والبناء حفظكم الله سيدي قائدا وبانيا وأملا لشعبكم الوفي وملاذا للبحرين تصنون عزتها وتحفظون كرامتها واقبلوا جلالتكم أجل آيات الاحترام والإجلال والله يرعاكم المخلص لجلالتكم الفريق أو الركن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة